ساوا بالصيام يا جماعة مطلق مش مقيد مش معرف هو ايه الله عز وجل قال فإنه لي وأنا أجزبه يعطي الصائم أجر بغير حساب برضو حديث سيدنا أبو غرير عن نبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام نسبه له فإنه ليه طبعا لا نشبه ولا نوصف وأنا أجزبه كل عمل ابن آدم يضعف الحاسنة بعشر أمثالها إلى 700 الضعف والله يضعف لمن يشاين وكل حسنة توصل 700 700 ب700 أضعاف يعني 49 حط 4 تصفار يعني 49 ألف في حاجة واحدة إلا الصوم فإنه لي أكتر من كده أيه أكتر من كده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه يدع شهوته نص حديثي الثاني يدع شهوته وطعامه من أجلي فاختص الله عز وجل الصوم لنفسي من بين سائر الأعمال لشرف مرتبة الصوم قلتلكوا سر سر وأمانة بين العبد وبين رب لا يضطل علي إلا الله عز وجل زي ما قلنا درجات الثوم كده زي ما قالها أبو حمد الغزالي ايه؟ اعلم إن الصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص صوم العموم ده لما بس ممتنع كف البطن فقط عن طعام الشرب والفرج عن قضاء الشهوات أما صوم الخصوص فكف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأسام صوم خصوص الخصوص صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل هو صايم عن كل حاجة إلا الله عز وجل